هذه الحلقة التي تعقب العديد من التحديات التي ظهرت على الساحة خلال المرحلة الماضية بتحطم علينا أن نبدأ في نقاش والحوار على مائدة الوطن خلال الفترة الماضية أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة باستعداد الدولة وتفاهم الدولة لأهمية الحوار السياسي بين كافة الأطياف السياسية على مائدة وطنية فالوطن يسع الجميع خاصة أننا أمام حزمة من التحديات التي تواجه الدولة المصرية هذه التحديات بشكل دقيق غير مسبوك التحديات الاقتصادية ربما هي الأبرز خلال هذه المرحلة بيشعر بها المواطن والقاصي والداني ليس في مصر وحدها وإنما في كل مكان في العالم ربما بنحتاج إلى الرأي الآخر في أكثر من مناسبة يطلب الرئيس ويستعد الرئيس ويرحب الرئيس بالاستماع للرأي الآخر والرأي الآخر بيمثل ثراء واختلاف الرؤى والآراء على مائدة وطنية ربما يؤدي إلى مزيد من اتساع دائرة البدائل وما يحتاج الوطن في هذه اللحظة استفاف وطني بالمعنى الدقيق سياسيا استفاف ليس استفاف في الفكر وحده وإنما استفاف في القلب الفكر المتنوع الفكر الذي يمثل بحبوحة واتساع دون سقف للجميع يفكر طالما كان هناك اتفاق على خطوط عريضة وخطوط حمراء بتمسء الأمن القوم وفي مصر هنا الكثير من الأراء والكثير من الرؤى والكثير من المبادرات التي تصب في النهاية في مصلحة هذا الوطن لا يمكن أن يزيد أحد على وطنية أحد ولا يمكن لأحد أن يوقن بأنه أكثر وطنية من أحد لكن ربما لكل منا لكل فصيل لكل طيار لكل إنسان بصمة مختلفة عن الآخر ونظرة وزاوية مختلفة عن الآخر لكن في النهاية جميعنا ننظر إلى هذا الوطن على أنه الملاذ الأول والأخير من هنا كانت ترحيب القوى السياسية وربما كانت ترحيب سريع وعاجل لضرورة انطلاق هذا الحوار حوار بين مصريين على أرض مصر من أجل قضايا مصرية ولا نزايد في ذلك هذه المرحلة بما تحمله وتحويه وتضمه من تحديات غير مسبوقة بتحتاج مننا إلى استفاف حقيقي بأراء متنوعة بأفكار متنوعة بمقترحات متنوعة فنحن جميعا لا نملك نفس البصمة في هذه الأثناء وبالأمس تابعنا جميعا هذه الهجمات الشرسة التي تؤكد أن الإرهاب متربص ويزال متربص هؤلاء الأوغاد الذين يريدون أن يوقفوا عجلة التنمية في هذا الوطن أن يفسدوا هذا الحوار الوطني بمثل هذه العمليات الإرهابية أعتقد أن الشعب المصري أزكى وأوعى من كل ما يجري في الخفاء الدولة المصرية عن بكرت أبيها بكل التيارات كل التيارات بكل الأفراد كانوا بيقفوا في وجه هذه الهجمات الإرهابية الغاشمة بالتنديد والاستنكار والكراهية أعتقد أن ما جرى بالأمس وما جرى خلال الفترات الماضية يحتم علينا أن نجلس مثل هذه الجلسات نتحاور بقلب المفتوح ونتناقش بعقل المفتوح وقطعا سنصل طالما خلصت النواية